السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام كيف حالكم أتمنى أن يكون كل شيء بخير وطيوركم في أحسن الأحوال في هذه الحلقة إن شاء الله سأقدم لكم نصيحة بسيطة لكن فائدة هو كبيرة بالنسبة للأشخاص المشدئين لأن عدد كبير من الإخوة يشارون طائر سليم وبصحة جيدة لكن بعد جلبه للمنزل ومرور بضع أيام يتفاجأ المربي بمرض الطائر طبعا فالطائر قبل شرائه كان بصحة جيدة لهذا لا يجب إرجع اللوم للشخص الذي باعه لك إذن بما أن الطائر كان بصحة جيدة فكيف سيمرض بعد جلبه للمنزل نلتقي بعد مقدمة الفيديو لكن قبل الشرح ألمرجو دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب ليصل إلى عدد كبير من الناس ويستفيدوا معنا فرجة ممشعة مشابعينا الكرام مرحبا بكم من جديد كما قلت في البداية فقبل شراء أي طائر فهو يكون سليم وبصحة جيدة لكن بعد جلبه للمنزل ومرور بضع أيام تتفاجأ بمرضه والسبب الرئيسي هنا يا أخي هو أنك لم تسأل المربي الذي اشتريت من عنده الطائر عن النظام الغذائي الذي كان يتبع معه مثلا الطائر يكون معتاد على خلطة الحبوب بشكل يومي وأنت تقدم له حبوب البراقة لوحدها في هذه الحالة ممكن أن يدخل الطائر في غيار الريش مفاجئ وممكن أن يصاب بعدة أمراض كالشهاب في الأمعاء لأن جسمه يكون معتاد على أنواع معينة من الحبوب وأنت تقدم حبوب البراقة لوحدها وهذا مشكل كبير يقع للمربيين خصوصا مع طائر الحسون لأنه حساس لدرجة كبيرة أي شيء غير بسيط يجعل الحسون يدخل في غيار الريش لهذا من الضروري قبل جلب الطائر للمنزل يجب أن تسأل صاحبه عن النظام الغذائي الذي كان يتبع بمعرفة أنواع الحبوب والخضرواج والفواكه التي كان يقدم وكذلك المواد التي كان يضع له في الماء بهذه الطريقة أن تستكمل مع الطائر بنفس النظام الغذائي وتبدأ بتغييره تدريجيا حتى يعتد الطائر على النظام الجديد أيضا من بين الأمور التي يجب أن تسأل عليها وهي نوع الزوج الذي أنتج ذلك الطائر الذي تود شراءه وهذه المعلومة ضروري معرفتها لكي تكون بعلم عن نوع الجينات الموجودة في ذلك الطائر وهذا سيسهل عليك عملية تزويج أنواع وطفر الطيور بالشكل الصحيح وأخيرا بعد جل الطائر للمنزل لا تدعه مع طيورك الأخرى بل دعه في قفص لوحده وقم بتطهيره جيدا لأنه لا قدر الله ممكن أن يكون حامل لمرض ماء لكن لا تظهر عليه أعراضه لأن منعته قوي وبالتالي هذا المرض ينتقل إلى باقي طيورك ولا قدر الله ممكن أن تخسر جميع طيورك بسبب هذا الخطأ البسيط لهذا يجب وضع الطائر جديد في الحجر الصحي لمدة أسبوع مع تقديم موضة تطهر جسمه كليا متابعين الكرام كخلاصة لما سبق أول شيء يجب أن تسأل عليه الشخص الذي يود به عليك الطائر هو النظام الغذائي الذي كان يتشابه معه وكذوق نوع الزوجة الذي أنتج هذا الطائر وأخيرا بعد جل الطائر للمنزل يجب وضعه في قفص لوحده لمدة أسبوع وتطهيره جيدا لكي تتفادق جميع الاحتمالات التي من شأنها أن تسقطك في المشاكل إخواني أخواتي الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم